السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين اليوم مطبوعات بالتفريغ في هذا الدرس نتعرف على طريقة عمل هذا الشكل امامنا باستخدام قالب الطباعة طبعا نظر كما نعرف فيه قالب موجب و قالب سالب هنشوف احنا مع بعض طريقة عمل هذا القالب و هذا طبعا قلب الموجب اللي هو بيكون خاص بالشكل لنفسه و هنشوف ايضا طريقة استخدام الالوان في هذا الشكل اتمنى اذا استفدتم الفيديو لا تنسى تابعوا لايك و تعليق و اشترك في القناة وتفعيل جرس حتى يصل لكم كل جديد عندي الادوات الخمات مصطرة و مشرط و قلم رصاص و ايضا عندي قطع اسفنج عندي ايضا الوان اكريليك وصحنة الوان و كراسة الرسم بالنسبة لعمل قلب التفريغ ممكن نضع ورق بلاستيك غلف بلاستيك زي هذا ممكن نستخدمه معنا في الرسم او اي ورق سميك المهم ان يكون اللون لايكاه يمر من خلاله اهم شيء ان اللون لايكاه يمر من خلاله حتى ورق رسم اللواء السميك شوية عادي عندنا في الطباعة في حاجة اسمها السالب و الموجب فهنشوف هنا اه كيفية رسم اه الشكل السالب او الشكل السالب هنبدأ بالشكل الموجب مثلا اخذ بالك معي عشان نعرف اه هو الشكل الموجب و اه هو الشكل السالب عندي هنا ممكن اه اهم شيء يكون في حاجة اسمها روابط اربطه للشكل هنا في الموجب اللي يتفرغ الشكل نفسه يبقى في الموجب انشان نكون عارفين اللي يتفرغ الشكل نفسه لان انا ظللت هذا هو الذي هنقوم بتفريغه اما في السالب اللي يتفرغ الارضية لانها تنطبع في السالب العكس ولازم يكون في حاجة اسمها روابط للشكل يبقى اللي يتفرغ عندي وهو الارضية فقط اللي هتفرغ لنا بظلالها الحين هي الارضية هنقوم بتفريغها عكس الارضية عكس الموجب يعني مختلفين عن بعض احنا هنختار شكل موجب وهنبدأ نرسمه ونشوف تركة الطباع به ايضا هرسم شكل وردة فبسطها كده على نفسها عمل شكل بيضاوي وبعد كده ابدأ اعمل التفاصيل الداخلية وهنا ورق الوردة وبعمل بالشكل هذا وطبعا بعمل كله بخط خفيفة وبعد كده هكون بوضع الخطط الاساسية ووضعها معي لاننا احتاج ان امسح طبعا في حاجة اسمها الروابط الروابط هذي لها الفراغات بين الشكل والاخر يعني مثلا شكل وردة لازم الوردة الثانية ما يكون ملتصقة الورقة الثانية الخاصة بالوردة يكون ما يكون ملتصقة فيها يكون في مسافة بينهم المسافة هذي هي اللي بتخلي الشكل مرتبط مع بعضه اثناء الآن الطباعة يبقى نعمل شكل موجد يبقى نعمل شكل موجد زي اللي امامنا هذا وهنا نقوم بتفريغه بعد كده بابدأ اعمل التفاصيل شايفين اخذ بالكم معي الاوراق كلها ما هي متصقة مع بعضها بعيد متباعدة عن بعض متبعد عن اه عن بعض هنا بابدأ بعض التفاصيل بابدأ اسمها في الورق نفسه ورق الوردة نفسها الورق الوردة يكون باللون الاخضر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كمانا الجزيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنبدأ هنا بهيئة التفريغ اطلاع نمسك المشعة سيكون المشعة الحاد فنكون مماظين بالنا أثناء استخدام المشعات فكل الاشياء المضلحة احنا نعمل بقناة turned out عملية تفريغ اشتركوا بهذه الطريقة اشتركوا في القناة 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 وهناك الخضراء نبدأ ندخل فيها الأصفر مع الأخضر بشكل تيريجي أيضا يعطينا شكل جمالي أكثر شكرا شكرا وبالشكل إذا كنت هنا من درس اليوم أتمنى أن تستفدت من الفيديو لا تنسى تعملوا لايك وتعليق وتشارك في القناة مع تفين الجرس حتى يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا